في بلدية تسابيت والقصور المجاورة لها ضعف إشارة الهاتف المحمول أصبحت تشكل ضرراً كبيراً على الحياة اليومية لأصحاب المنطقة حيث يجدون صعوبة في التواصل والتفاعل السريع فيما بينهم يناشد أهل المنطقة السلطات المعنية بسرعة اتخاذ إجراءات لتحسين جودة الإشارة في المنطقة وأكدوا على أن هذا الضعف يؤثر على التعليم والرعاية الصحية وأعمالهم اليومية في تسابيت منعدمة اليوم تسجيلات نشعل تقول لي اليوم تسجيلات تكون عن بعد ولا تسجيل في تسجيل بدون ورق هنا في تسابيت بورقة ما كان أي تسجيل يعني بلا انترنت منعدمة تماماً راني عانو مضعف الشبكة الاتصال وشبكة الانترنت هنا في مساوة بلدية ومقر ضائرة تسابيت راني نخلص على الباطل نحن نتمنى ونتمنى ونتمنى وندعنا نصدر السلطات ومدى فينا نصدر السلطات العليا في البلاد باش يشوفوا فينا في ساكنة هذه المدينة هذه الدائرة تسابيت فيما يخص الهاتف النقال الذي هو انشغال المواطنين ويقول لك توجيهات صالمة مسيد معالي الوزير أنه يجب أن تكافل بجميع انشغالات المواطنين والتي سيتم أخذها بعض الاحتبار في البرامج القادمة إن شاء الله مع تطور التكنولوجيا يعد الاتصال الجيد أمرا أساسيا في الحياة اليومية ولذلك يأمل سكان سابيت في أن تتخذ السلطات المعنية الخطوات اللازمة لحل هذه المشكلة التي أصبحت عبءا على المواطن